ازايكم يا حلوين عاملين ايه انهارت بقى هنعمل كبده بتاعة الشارع اللي هيا بنجيبها من المحلات اللي زي الشرقاوي والحاجات دي لايك كبده اللي بالرطة بصوا طعمها رهيب وطحفة ومبتاخدش وقت نهائي وطعمها زي ما بنجيبها من بره بالزبط طحفة يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه عندي اول حاجة نصف كيلو من الكبده البقري تقولوا للجزار وانتو بتجيبوها ان هو يقطع لكم شرائح رفيعة اهم حاجة ان هي يكون شرائح رفيعة علشان تستوي معانا بسهولة وكمان تطلع زي ما بنجيبها من بره بالزبط شايفين الشرائح رفيعة ازاي هنجيبها وزي ما اتفقنا قبل كده ان الكبده ما بتتغزلش باي حاجة وما تقلقوش مش هيبقى فيها زفارة ولا اي حاجة هنجيب بقى عندي التدبيلة بتاعتها اربع فصوص طوم مفرومين وعليهم البهارات بتاعتي معلقة صغيرة من الفلفل اسود معلقة صغيرة من الكمون والكزبارة النشفة والملح الملح عندي بنحطه اخر حاجة يعني احنا لو هنتبلها ونسيبها من قبل كده يبقى ما نحطش الملح دلوقتي هنحطه قبل ما نبتدي نسويها بحوالي عشر دقايق او ربع ساعة اخر حاجة عشان ملح بيخلي الكبده تشد اي هنحط كمان عصير نص لمونة كبيرة او لمونة صغيرة وهنقلب الكبده كلها مع بعض بحيث ان هي تشرب من التدبيلة بتاعتي اللي هو التوم والبهارات واللمون بس كده وهسيبها بقى على جنب انا سبتها في التدبيلة دي مدة نص ساعة بس مش اقدر من كده عشان انا نحط الملح مع التوابل هنجهز بقى الردة عندي اللي ما عندوش ردة مش متوفرة عنده ممكن نستخدم دقيق السيمولينا او السميد ونحط عليهم دقيق احنا لو ما فيش ردة بديل الردة دقيق عادي وعليه ربع قباية من السميد او دقيق السيمولينا برضو هيددينا نفس النتيجة ويددينا نتيجة حلوة اوي اوي ابي بس طبعا الافضل الردة لو عايزينها بنفس طعم مبارا بالزبط هنحطها في الردة نقلبها كويس نغطيها كويس بالردة مفيش بيت يا جماعة ولا لبن ولا اي حاجة احنا هنحط شالها على طول من التدبيلة هنحطها في الردة على طول وبعد كده هنحطها على طبق هنكمل باقي الكبنية بتاعتي نحطها على طبق وانا سبتها ترتاح بس كده شوية عشر دقايق بعد كده هجيب زيت سخن يكون سخن جدا وبعد كده هنزل بالكبدة انا حطيتها بصراحة في اليرفراير دهنتها بزيت من ناحيتين وحطيتها في اليرفراير ممكن برضو تدهنوها بزيت من ناحيتين تشربوها زيت كويس ودخلوها الفرن عندكم كل الابشنز متاحة وبتطلع بنفس الطعم والحلوة بعد كده طلعتها والتريكة بقى اللي بيعملوها بره بيخليها بنفس الطعم بره بنجيب طبق نحط عليه ملح وكمون وقصبرة نشفة ونقلبهم مع بعض ونرش به اللي نرشها على وش الكبدة كده بتخلي طعمها رائع وطعمها بجد رهيب انا نلزوم التقديم بقى حطيتها في الاطباق زي لما نجيبها من بره بالزبط وحطيت من تحتها بقدونس ورستها على البقدونس ورشيد برضو زي انتهى من فوق كده بشوية بقدونس صغيرين وعملت جنبها الطحينة وممكن تقدموها مع عيش بلدي تحط تملوها على الطحينة وبس كده بقى الفهانة وشفة يارب يكون الوصفة عجبتكم